وينضم إلينا من الجزائر الكاتب والباحث والسياسي عبد الرحمن صالح أستاذ عبد الرحمن يعني واضح أن مسار المظاهرات في الجزائر يقوى ويشتد ويصر على البقاء في الوقت الذي يسير فيه المسار الدستوري أيضا في طريقه من الإعداد لتنظيم الانتخابات فكيف إذن يلتقي المساران؟ نعم بالفعل هناك كما أوجزت في سؤالك مسارين الآن يتحكمان بالوضع السياسي في الجزائر وهو المسار الشعبي أو المسار الحراك الذي نراه كل أيام جمعة وثلاثاء المطالب أو الذي دائما يجدد التمسك بالمطالب التي أصبحت تقليدية ولا مناصة عنها المتمثلة أساسا في ضرورة رحيل رموز نظام بودفليقة بالإضافة إلى المسار الدستوري الذي تصر عليه المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة من خلال المضي قدما في تنظيم انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل جوابا على سؤالك أقول أنه هذين المسارين قد يبدواني للوهن الأولى أنهما مسارين متوازيين لا يلتقيان أبدا ولكن بقليل من التماع نجد أن مجرد اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة البسيطة جدا يعني لا أعرف لماذا ترى السلطة أنها إجراءات معقدة وأقول بمجرد تبني بعض الإجراءات البسيطة فإنه من الممكن جدا أن يلتقي المسارين يوم 12 ديسمبر إجراءات بناء ثقة تتمثل في إقالة حكومة رئيس الوزراء الحالي نوردين بدوي المغضوب عليه شعبيا وحتى من قبل جهات رسمية مثل عدد من الأحزاب التي كانت محسوبة على نظام عبد العزيز بوتفريقة وأيضا رفع التضييق الإعلامي الممارس على الحراك وأيضا إطلاق صراحة الموقوفين بسبب الحراك والذين يتجاوز عددهم الآن منذ بداية الأحداث المائة الشخص ولو اتخذت هذه الإجراءات وهي إجراءات بسيطة ولن تكلف النظام شيئا فإنه من الممكن القول أن هناك ثقة تبنى بين الحراك الشعبي وبين المؤسسات الرسمية هل هذه المظاهرات بشكلها وبقوامها ومستواها من حيث الحشد هل من الممكن أن تحول دون إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم؟ الله يعني من المبكر جدا الإجابة على هذا السؤال وإن كان اعتقادي الشخصي أنه بالنظر إلى الإمكاريات المادية والبشرية الكبيرة التي حشدتها الدولة من أجل إنجاح المسار الانتخابي فإنه من الصعب القول أن الانتخابات لن تكون يوم 12 ديسمبر ولكن بدلا من ذلك أنا أدعو من هنا من هذا المنبر إلى التخلي عن لغة القوى والتعنت والعمل من أجل تقريب وجهات النظر من أجل الاتفاق على حل سلمي يكفينا ما ضيعناه من الوقت أن نحن الآن في الشهر التاسع منذ بداية الحراك يعني كان من الواجب الانتباه إلى عدم الوصول إلى هذه الوضعية وعدم اتخاذ إجراءات مشددة تقابل برد فعل متشنج وعنيف من قبل الحراك الشعبي من ضروري جدا التوفيق بين المسارين حتى يلتقيانه في حل سياسي ودستوري في وقت واحد نعم شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي الجزائري عبد الرحمن صالح من الجزائر اشتركوا في القناة